حياكم الله وعدنا لكم من جديد لاستكمال فقرات برنامج مسائد بي بالتزامن مع التطور المعرفي والتكنولوجي لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حقل الثقافة والتجارب الأدبية يتصاعد تأثيره في مجالات عدة ومنها وسائل التعبير والثقافة القرائية لدى الأطفال واليافعين نتحدث أكثر عن كيف يثري الذكاء الاصطناعي مهارات الأطفال اللغوية مع ضيفتنا في الستوديو هيا القاسم كاتبة ومؤسس دار الشمس للنشر والثقافة هيا تشال الله أختي هيا الله يحييكم وأسعد الله جميع أوقاتكم أسعد الله أيامك بكل خير وسعادة ورضى وسرور الأستاذ والأخت هيا نحن سعداء أن نكرر الاستضافة معاك وانت اليوم دائما تعطينا هذه التوجهات وتنيرين لنا الكثير من الأمور التي نبحث عنها أكثر وخصوصا الاهتمام باللغة وإثراء الطفل باللغة وتنميتها لديك تطويرها في أدوات لأنه أكيد هو طفل عربي في الأخير فلازم أنه يتمسك بجذوره وبعاداته وبلغته الأم ذكر زميلي محمد أننا اليوم نتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطفل اللغوية طيب نحن نعرف أن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل فيه كثير من المجالات وهو جزء لا يتجزأ في حياة البشرية كيف نقدر نحن نروض الذكاء الاصطناعي في أن نحن نستفيد منه ويستفيد من الطفل وينهل هذه المهارات الغوية تعالي نعيد ونركز على ما قلتي أنه اليوم الذكاء الصناعي والتطور والتكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا والمطلوب منه هو أن نتفاعل معه وكيف علينا أن نوظفه بما يخدمنا يعني على أبسط مثال اليوم الطلبة في المدرسة 80% من دراستهم عم تكون ضمن إيطار الأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية وفي مدارس تعتمد عليها 100% وهناك مدارس أعلنت أنها مدارس بدون كتب ورقية فاليوم وجود هذا الجهاز بين أيدين أطفالنا هو جزء من حياتهم التعليمية ومطلب أساسي ومطلب أساسي وكذلك حياتهم الترفيهية فاليوم واجبنا كأفراد وكمجتمعات وكمؤسسات بشكل تكاملي أن نقوم بوضع الحدود الضابطة حتى تكون هذه التكنولوجيا تحت خدمة هذا الطفل والإنسان بشكل عام لأنه في النهاية إذ لم تستخدم بالطريقة السليمة والسوية سيكون تأثيرها عكسي تماما واليوم تطورها ووجودها في حياتنا كما ذكرنا هي ليست مطلب أساسي هي أساس وجود من الضروريات نعم هي من الضروريات والتي علينا أن نتفاعل معها عن طريق التوجيه لها طيب بما أن هذا الإنسان الذي نتعامل معه هو طفل هل يعني يجب أن تكون الأمور جميعها تحت منظور العائلة أم أنه ممكن نخلي هذا الطفل لوحده يتعلم هذه الثقافات والمهارات باستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام القاعدة الأساسية التي نمشي عليها هنا أن الطفل يتربى بالقدوة يرى الأب يقوم بسلوك معين فهو يقوم به بقلل يحية يرى الأم كذلك فمثلا هذه الأسرة في هذا المنزل توجد مكتبة يوجد أب يمسك كتاب يقرأ اعتاد الطفل أن يرى أحد أفراد الأسرة يقرأ هنا نتأكد أن الطفل يبدأ أن يرى القراءة هي جزء من هذا الأسرة وهذه الحياة اليوم على سبيل المثال الأجهزة الذكية إذا كان هذا الطفل يرى الموبايل في يد الأب والأم 90% من وقتهم معه والجهاز بيدهم وهذا الواقع الآن هذا يعني جزء كبير من الواقع ماذا نتطلع من هذا الطفل وعلى أي أساس نحاسبه ونعاقبه إذا مسك هذا الجهاز بيده فوق الوقت المحدد له إذا كان بالأصل الأب والأم لا يتركونه من يدهم ثانيا هذا الطفل هذا الأب أو الأم مثلا الجهاز اللوحي معهم في يدهم بساعات جدا متأخرة بالليل ما الذي سنتوقعه من هذا الطفل مهما وضعنا عليه من حدود سيحاول بكل ما أوتي من قوة أن يقوم بذات الممارسات التي يقوم بها الأهل لأن الطفل بالصغر فعليا يتربى أساسا بالقدوة فهنا النصيحة كونوا خير قدوة لأبنائكم ولا يشترط هذا الكلام لا يعني إذا طفلي مثلا أنت ملزم هذا الطفل بساعتين أنا كبابا كذلك ملزم ساعتين فقط في الموبايل صحيح هنا لغة حوار تدخل لغة نقاش مثلا أنا أحتاج استخدام الموبايل أنا بابا أو ماما استخدام الموبايل مثلا بمعدل أربع أو خمس ساعات يوميا لأني عندي المهمة واحد اثنين ثلاث أربع أما أنت لديك مهمة الدراسة وكذلك لديك مهمة الترفيه الوقت الذي تحتاجه أنت مثلا ساعتين ساعة نصف ساعة يتم التحديد ويتم التوضيح لأن الطفل لا يستطيع أن يتقبل الأفكار من دون توضيح لها أنت بس ساعتين وماما معاها الموبايل 20 ساعة هاي الأفكار لا يستطيع الطفل أن يتقبلها الأول أم قدوته بابا معاه 10 ساعات يعني هذا الصح ماما بتستخدم اللابتوف في الساعة جدا متأخرة المنطق عند الطفل هذا هو الصح أنا أسعى أن أكون صح وهي السلوكيات الخاطئة أو الجميلة بالفعل يكتسبها يا مريم الطفل من والديه أو من أخوتي الكبار يعني أنا أتذكر كان فيديو باللغة الصينية أو صيني ترجم للغة العربية عن طفل جالس مع والديه في أحد المطاعم مريم وكل واحد من والديه مشغول بالهاتف والسوشال ميديا وغيره هو كان مثل الطفل اليتيم فكانت رسالة جميلة جدا يعني حققت مرادها حقيقة لنصيحة أولياء الأمر بأنخذوا بالكم من عيالكم خاصة في هذا العمر الطفل نحتاج إلى كثير من الاهتمام أستاذ هي حين نحن يعني ما نبغي بعد نوصل لمرحلة أن يعطي انطباع للمشاهدين الآن أن نحن يعني نشوه أو نقول أن الآيباد أو هذه اللوحات الرقمية وغيرها هي شيء يعني ضار وهي كذا أكيد هي لها يعني منافع إحنا اليوم دورنا نتكلم عن الطرق الأمثل للاستفادة من هذه التكنولوجيا كيف عطينا طرق للاستفادة من الذكاء الإصطناعي لتنمية مهارات الطفل اللغوية جميل جدا كون تحدثنا أنها جزء لا يتجزأ من حياتنا وعلينا ترويضها هي فعلا اليوم الأجزاء الذكية لو فكرنا هل لها إيجابيات؟ طيب اليوم عندنا أطفال يتقنون لغات مختلفة بإتقان كامل يفوق متخصصين بسبب الواحة الذكية بسبب بعض المواقع بسبب بعض البرامج اليوم عندما أجد طفل متعدد اللغات هذا كان سببه الأساسي محتوى جذبه كان مناسب له على هذه الأجهزة اثنين هي وسيلة لاختصار الوقت والتعليم اليوم هي مساحة للتعليم جدا جدا قوية تعالنا أخذ الموضوع شوي من ناحية الاستدامة أنا 100% مع الكتاب الورقي 100% مع الكتاب الورقي لكن الكتاب الورقي بالنهاية هو أشجار صحيح الأوراق هي عبارة عن أشجار فاليوم لو تحدثنا عن الكتاب الإلكتروني كبديل للكتاب الورقي فهو نوع من أنواع أو شكل من أشكال الحفاظ على البيئة كذلك يعني اليوم هو وسيلة التعليم اليوم اختصار الوقت والجهد اليوم مثلا اجتماع يعني أنا اليوم ممكن أنا في إمارة دبي عندي اجتماع بإمارة أبوظبي بالفعل اليوم أنا غير محتاجة صح أني أنا أطلع على أبوظبي كثير تطبيقات رح تساعدني أني أنا أتواجد اليوم طفل مثلا غاب عن المدرسة لسبب معين في اليوم كثير مدارس ممكن أن الحصة تسجل أو تكون مفتوحة زيم وزوم وتكون أونلاين ويحضرها الطفل اليوم إحنا في هاي النقاط اختصرنا شغلتين جهد ووقت وحتى مال بترول طريق ما إلى ذلك فاليوم هاي الأشياء كلها إنعكاسات إجابية ثالثا هي عنصر فعلا ترفيهي اليوم لو نحكي عن الذكاء الصناعي اليوم إذا كنا نحكي عن الذكاء الصناعي وتقديم المحتوى عن طريق الأي آي والذكاء الصناعي اليوم الكتاب الأخير هو شيء ورقي وأكد أنا أدعم الكتاب الورقي لكن اليوم التكنولوجيا عم تدخل عم تقدمنا المعلومة بشكل أكثر إثارة صحيح بشكل أكثر متعة هذا الشيء رح يخلي الطفل يلطقت المعلومة وتبقى المحتوى البصر يؤثر كثير نعم والأطفال من عمر ست سنوات وما دون تجذبهم هي أطفال بصرية بامتياز بعد الست سنوات يتشكل إن كان سمعي أو بصر هم بصريين أكثر نعم بعدين التكنولوجيا اليوم مفرت لي كذلك مثلا اليوم الأسرة طالعين طريق طويل على سبيل المثال اليوم هناك ما يسمى بالكتاب الصوتي اللي إحنا ممكن نستخدمه لسماع قصة في طريق أو سماع كتاب أو الاستفادة بكتاب أو استفادة من بودكاست هي كلها نتائج التكنولوجيا علينا يعني أنا اليوم مثلا بطريق ساعة ونصف أنا مستحيلة أمسكي كتاب وأقرأ وأنا عم بسوء صحيح بس أنا بإمكاني أفتح كتاب صوتي وأنا عم بسوء واستمله هو أفضل يكون يختصر بعد ولكن يعني أعتقد القراءة بشكل يعني عام هي أفضل من السماع لتعلم النطق ومخارج الحروف وغيرهم الأشياء أيضا يعني ألاحظ أن أنت تقولين أني أنا مع الكتاب الورقي ولكن في نفس الوقت مع اللوحة الإلكترونية طيب فيه يعني مظار صحية تكون أحيانا على الطفل بالذات الطفل اللي هي زيادة الشحنات الكهربائية في جسمه أحيانا وأحيانا الطفل اللي يخلص الشحن فيشحن الآيباد ويبدأ يقرأ كذا فشو دور اليوم أولياء الأمر في الموازنة بين الأمرين يعني نعطي وقت للقراءة الورقية ونعطي وقت للقراءة اللوحية اليوم بشكل عام توظيف كل نوعية من الكتب بما يناسبنا هو شيء جيد جدا يعني اليوم لا يوجد أجمل من أسرة تجلس مع بعضها البعض تمسك كتاب ورقي وتقرأه مع بعضهم البعض لا يوجد أفضل من كتاب صوته يشارك الأسرة في طريق السيارة أو مشوار طويل لا يوجد أفضل من كتاب الكتروني أنا أضمن أن الطفل سيلقى به متعة فوق المتعة لكن اليوم لو رحنا شوي على الآثار الصحية من كثرة استخدام الأجهزة النظر حيناء الظهر علام المفاصل الأصابة نعم وهي أمراض حديثة نعم أمراض حديثة كما ذكرت للأطفال للأطفال اليوم صرنا نرى هذه المشاكل عند الأطفال كنا نراها بالأشخاص من السبعين وفوق اليوم أحيانا نرى مشاكل وهم في عمر الزهور في المفاصل لأطفال 10 و 12 سنة فالموضوع فيه كثير من المخاطر الصحية بالدرجة الأولى وذانيا فيه مخاطر اللي هي شبيهة مثل يقال أنه الإدمان الطفلي بطل يقدر يتخلى عن هذا الجهاز وما فيه ولا الطاقة ويصيح ويصيح ويبكي ونوبات الغضب والتأثيرات السلوكية فهون دور الأهل دور الأهل بموضوع الموازنة اليوم هاي الأجهزة تحتاج لشروط احنا لا نمنعها لا نستطيع أن نمنعها صحيح صحح لكن شروط توظيفها بعد ما ننهي مثلا أنت في اليوم عندك الفترة الزمانية الفلانية فيه كمان يعني فيه شروط جدا لطيفة مثل على سبيل المثال اليوم أنا ابني صار بالصف الرابع أو الخامس فالجهاز الذكي صار إجباري يكون خاص لإله صحيح مشان للمدرسة وكذا طب أنا الآن حسلمك جهاز يعني هاي مسؤولية اليوم الأهل لما يعطوا مسؤولية هذا الجهاز من غير التطبيقات المدرسة وما إلى ذلك فيه عندك خمس تطبيقات تنزلها فقط كل شهر هذول التطبيقات فيه اثنين أنت بتختارهم بشكل شخصي مثل شو؟ كألعاب ألعاب ألعاب مساحة الترفيه لكن الأهل يكونوا موافقين أنه هاي الألعاب تناسب عمرك أنزين اختار لعبتين عذوقك اثنين فيه عندنا تطبيق يجب أن يكون تطبيق ثقافي اللي هو؟ أنا أسعى إلى بناء طفل مثقف مثل عصافير رعالين تطبيقات ستوري تطبيقات فيها يعني كل شهر أحنزل خمس تطبيقات في آيباد من غيرها تتغير تتجدد لأن الطفل ما سيخليه فيه عندنا تطبيقين حيكونوا من اختيار الأم والأب يفيدوا هذا الطفل من المواقف اللي صارت معاي وانذكرتلي في يوم من الأيام عن واحدة من الأمهات عندها طفل يعاني من السمنة لكن هذا الطفل عشقه في الحياة هو موضوع الطعام والتفنن في الطبخ كل اللي صار أنه الأم نزلت له أحد التطبيقات اللي بتعلمه يطبخ الطعام الصحي الخاص فيه اللي شغفه نعم فاليوم هل استثمرنا تكنولوجيا بما يفيد صحة هذا الطفل؟ صحيح علمناك كيف يعمل أكلات صحية لذيذة وما إلى ذلك إذنين نزلت له تطبيق رياضي تشبك له إياه على التلفزيون في نصف ساعة رياضة طيب اليوم إحنا توظيف الأجهزة الذاكية مش عم بيكون بس أنه الطفل يمسك الجهاز لا شو يطبق من خلال اللي شهده يعني اليوم أنا اليوم مثلا هذا التطبيق نزل لي الوصفة الفلانية أو العصير الفلاني يلا نسويه الرياضة الفلانية يلا نسويها أنزين أستاذة هد هيا يعني خليتيني أتوقف عند نقطة مهمة وأنت تذكرين أن تنزلين تطبيقات خمسة كل شهر للطفل ما بين يعني تعليمية ترفيهية وثقافية لو جينا للتطبيقات الثقافية قلتي أنا أنزل لي شيء ثقافي وبعدين الشهر اللي أجدد ونزل تطبيقات أخرى في يعني خلنا نقول في عالم اللي يحبون القراءة ويعني المطلعين وبينهم في القراءة دائما يجتمعون بعد قراءتهم لروايات معينة يسوون هذا القذرينج والاجتماع مثل ردهة اللقاء يتحدثون عن فصول القصة الرواية شا استفادوا منها كيف كان البطل وكذا مثل ريفيو سريع هذا أيضا ضروري أن تسويه الوالدة إذا نزلت تطبيق فيه فايدة لطفلها تجلس معاه وتتطمن أنه دخل على هذا التطبيق واستفاد منها لأن الطفل كان متجدد وهذه التطبيقات يعني أنت أصلا لو مسكتي موبايل الآيباد أو الجهاز لطفل يعني غير تحت رقابة الأسرة رح تلاقي كمية هائلة من التطبيقات اللي عليه بس إحنا الآن حددنا على سبيل المثال الخمسة فإحنا جلسنا معاه إحنا حاليا مشان خليه يستمتع أكثر بنجدد له كل التطبيقات حتى الألعاب اللي هو بديه يختارها سوي ريفيو تمام بس أنا الآن شو اللي بديه خليني أخلي تطبيق معين وأغير تطبيق معين هاي الجلسة اللي في النهاية طيب إنت الآن أنا حطت لك هاي الألعاب لعبت استمتعت حلو تمام وصلت لليفل عالي تمام وكي الله بدي أغير طيب الآن خلص هنغير الألعاب طيب تعالنا نروح على الثقافي إنت قرأت أطيب شو قرأت لا إحنا مش تحقيق ولا استجواب هذا الطفل هذا الطفل المراجعة دردش هذا الجو ما رح يتقبل هاي الأشياء بس آه والله قرأت هذا الكتاب قرأت الكتاب على القبعات مثلا تعني نشتري قبعة تعني نعطيه مكافأة وعلى سيرة المكافأات ممكن أطلب من كل أولياء الأمور طلب تفضلي الساعة الإضافية على الآيباد هاي مش مكافأة آه أنا اليوم لما أقول لطفل إذا قرأت رح أعطيك إذا قرأت كتاب رح أعطيك ساعة إضافية على الآيباد أو إذا اليوم أحسنت السلوك أحسنت السلوك هاي إلك ساعة إضافية على الآيباد هاي قمة بتدمير قيم كبيرة أنا يوم أقول له ساعة القراءة مكافأتها ساعة آيباد قديش إحنا قللنا من قيمة القراءة لتكون المكافأة أي هي ساعة آيباد إضافية رضا رضا فإحنا اليوم هذا الشيء لا يعطيك مكافأات هذا الشيء لازم يكون حازمين بالأوقات فيه أوكي بس هذا الشيء اللي يعجبهم هذا الشيء اللي يحسنوا في مكافأة طيب أنا رح أطيك ساعة إضافية بس أنا عمري ما أربط شيء أنا بدي اليوم طفل أعودوا عليه أنا ما أبطيها المكافأات على سبيل المثال يعني حاخد مثال أبسط شوي طفل صار موقف بالأسرة وإجا هذا الطفل حكى الموقف بصدق وحقيقة فلأنه قال الصدق أنا حكافأه صحيح بالفعل طيب هذا الطفل حيصير كل موقف يتعمد أنه يخلق مواقف كاذبة لا يجي يعترف الاعترافات الحقيقية لحتى أنه يتكافأ رغم أنه الصدق هو السلوك الطبيعي بالفعل الطبيعي فاليوم الطبيعي أنك مش طبيعي أنه أنا أعطي مكافأة على حساب القراءة هي ساعة الآيبال لذلك التوازن أتوقع التوازن في والاعتدال في كافة الأمور سواء كانت إلكترونية أو مقروعة أو جميع الأمور الأخرى أو الرياضة أو الطعام موظفة لأوقاتنا بشكل جدا كبير بالفعل نشكر هذا الحضور المميز صراحة للكاتبة هيا القاسم نشكر جزيل الشكر صاحبة دار أو مؤسس دار شمس للنشر شكرا لكم على هذه الاستطاوة الرائعة شكرا لوجودك معانو لنصايحك ومعلوماتك المفيدة التي نتمنى أن الأهالي وأولياء الأمور ينتبهون لها ودائما الأطفال هما عمود المجتمعات والمستقبل